اشتركوا في القناة 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 نقطع الجواني نضيف الخبز البيض نضيف الخبز نضيف الخبز نضيف الخبز نضيف الخبز نضيف الخبز نضيف الخبز نضيف خبز بالحليب نأخذ الخبز نأخذ الخبز نأخذ الزبدة نأخذ القطعة نحاول نخشيها غير بشوية نحاول نتنيلها الجوانب في الصرارة واضحة نحاول نضغط عليهم لكي يلسق لكي يلسق لكي يجينا هذا الشكل بشكل وريضة نعطيه هذا الشكل بشكل وريضة سهل في تشكاله وطريقة سهلة و بسيطة يأخذ الفورمة نجيب الحشوة الطون والسيري والزيتون وشوية ديال البصلة نضيف شوية ديال هادي كلاب اللي وجدنا ديال بيض والناطا تقريبا واحد جوج معالق اللي كندير في كل قطعة على هات الشكل هذا باش ما كديناش عامره بزيف و نضيف شوية ديال فورماج في الاخير باش كيعطيني واحد تعليكة زوينة وكنزين هكا بالزيتون الاسود فكيبقى هنا تزين اختياري تقدروا كذلك تضيفوا زيتون خضراء او لا تخليهم هاكاك عاديين يعني غير بالفورماج هاكاك من الفوق فالفورماج محقوك تقدروا تستعملوا انتما اي فورماج متواجد عندكم فقد نبقى أنا مستمر بالنفس طريقة البنات حتى نكمل قطع كامل فما زال غادي نوريكم باش تشوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيجيوا كيجوا صراحة رائعين والدادين الاهم من هات الشي كيجوا البنات خطيرين في المضاق لدادين بالساف وانا متأكدة حتى الوليدة ديالكم غادي يعجبوهم كيجوا مع الكين رائعين بالساف فهنا غادي نحاول نعود معاكم محدة اخرى كيما كاتشادوا معايا كنحاول نخشي هدك الخبز ديال التوست غير بالاصابع ديالي بشوية بشوية كنحاول نزير دقي القناة بهالطريقة هادي بالاصبع ديالي انتم ما تشوفوا الشكل ديالهم سوف ياخدوا كيما تلكم الفورماء ديال هادوك المول وغادي نضيف الحشوة ديالي وغادي نضيف كدالي كدالك الاباري ديالنا والفورماج محكوك في الفوق وشوية ديال الزيتون هكا كنزينو به الزيتون الزيتون الكحل او الزيتون الاسود وطاف هنا من بعد ما سالي تلقي طع ديالي كاملين فغادي ندخلوا الفران على نار 180 درجة غير من التحت حتى نشوفهم تحمروا شوية من التحت عاد غادي نشعل عليهم الفوق باش كيدوب داك الفورماج وكيتحمروا لهم كدالك الجوانب نحضروا البريوات اللي وجدنا بالكفتة لواحد الحشوة رائعة كما قلت لكم من هنا من بعد ما بردت ليا الحشوة تماما البنات فقا نضيف لها شوية ديال الفورماج محكوك ديال موزاريلا وهذا الفورماج ديال حتى هو كيجيزوين يعني ديال الفران ديال التعمار يعني خلطت جوج ديالانواع باش كيعطيني واحد اللد زوينة فانتو ما تقدرو تستعملوا اي نوع ديال الفورماج عندكم ولا تقدرو تستغنوا علي حتى الليكة رائعة لهاد البريوات فهناك ناخد هاد الورقة ديال البستيلة هادي تناخدها من عند العرب يعني دكتينده ديال العرب او القزارة كيبيعوها فصراحة ماشي بحل الورقة ديال المغرب يعني صراحة الورقة ديال المغرب رائعة يعني كتتساعدك في العملية ديال الطويان هادي شوية كتجي قاسحة فمن بعد ما حليتهم كاملين هاد العلبة هادي فيها عشرة ديال الورقات ديال البستيلات كانتنيهم على جوج وكانقسمهم من الوسط بهاد الشكل هادا باش كيجيوني قيطع بحال بحال قد قد وغادي ناخد هاد القيطع اللي بقاوا عندي غادي ندروري نديرهم في واحد البلاستيكا ونخليهم باش ميقاروشوش معايا ويتهرسوا معايا وفي هاد الاثناء غادي ناخد الكمية اللي غادي نستعمل يعني جوج ديال القيطع وغادي نحاول ندهنهم غير بالزيت الزيت صراحة كتجي احسن كتجي مقرملة اكثر ومحمرة اكثر دهنتها واحد نهار بالزبدة فما جاتنيش محمرة بزاف بزاف كيمة الزيت فغادي ناخد شوية ديال الكمية ديال الحوشوة غادي نحطها في الوسط وغا نجيب هاد طرف هادا نوضع عليها نتنيع وغادي نبدأ نلوي في البريوات ديالي البنات كما عارفين طوية ديال البريوات ولا شاطط ليها هكا شي حاجة في الجنة فكن قطعها بهات الشكل هادا فالطريقة واضحة كما كتجدوا معايا كنعودها معاكم بالنسبة للبنات المبتدئات لأول مرة كيبغيوا هكا يديروا البريوات وكدعاكم هاد اللويه هادي فالطريقة واضحة وزوينا يعني وكتجي اصلا البنات مقادة كما قلت لكم القيطع كيجيوا كاملين بحال بحال يعني حاولوا تقطعوهم انتوما في الأول باش يجيكم القيطع قد قد مجيش هكا مختال فين يعني كتجيك بريوات صغيرة ولا بريواء كبيرة فبالنسبة لهنا اللي يبوتوا تسرعو كذلك العملية كناخد ربعات ديال القيطع كندهنهم كاملين دقة وحدة وكنبقى نهز كل وحدة بحال هكا وكنسرحها وكنتنيها من جناب على الأخرى وكنجيب هاد طرف كنسدو كنحاول نقاد بالإصبع ديالي وكنلوي بها الطريقة هادي إلا شاطت لي شي حاجة كما قلت لكم البنات راك نقطعو كنقم السمرة حتى كنكمل القيطع ديالي كامل اللي عندي وطابعة الحل حتى الحشوة البنات كنقسمها على الكمية ديال الورقة ديال البسطيلة ديالي باش كتجيني حتى الحشوة يعني قد قد يعني ما كما قلت لكم ما كيجيونش لبريوات هكا مختال فين في الوزن ديالهم أو في الحجم ديالهم فانا غادي نقام السمرة ان شاء الله بنفس طريقة حتى نكمل القيطع كامل اللي عندي وغادي نطلقه فهنا من بعد مسالي القيطع ديالي كامل اللي عندي فغادي نجيب شوية ديال كيما قلت لكم الزيت النباتية وغادي ندهنهم بحال هاكا البنات كيما قلت لكم الزيت نباتية كتعطيهم واحد القرمشة أكثر وكتعطيهم واحد الحمورية أكثر يعني عن تجريبة في الزبدة كيجوتهم محمرين ومقرملين ولكن ماشي ديالك القرمشة وديك التحميراء كيما كنتم دهنوا بالزيت بالنسبة لهاد الورقة ديال بسطيلة إلا كنتم درتوا ديال الورقة ديال مركضونه لأي نوع فهديك الدهنوها بزبداء أحسن فهنا غدي ندخلهم الفران على مية وستين درجة على نار مهيلة غير من التحت حتى كنشوفهم تحمروا اليم التحت عادة نشعل عليهم كذلك من الفوق باش يتحمروا على نار مهيلة كما قلت لكم بالنسبة للفران ديال القاز نار مهيلة وفران ديال ضو فكنشعل عليهم على مية وستين درجة وهذا هو الشكل نهائي ديال الأطباق ديالنا ديال يومات بارك الله كيجوا رائعين في المنظر وكيجوا الصراحة لدادين غير جربوهم البنات على حسابي يعني جربوهم ارضوا علي الخبار فعلا كيجوا رائعين كما كتشاهدوا معي هنا البريوات كيجوا محمارين كيجوا مقرمشين البنات كيجوا رائعين والحشوة كتجي معلكة والديدة بزاف والله صدقوني يا لبنات إلا جربتوها ما غادش تبقوا تصغنوا علي وكيجوا ساهلة وبسيطة وما فيهاش بزاف ديال مكونات كتجي الصراحة الديدة بزاف والمضاق ديالها مختلف وكذلك هنا عندي لي كيش اللي وجدناهم غير بالخبز ديال شفوا تبارك الله كيجوا محمارين وكيجوا معلكين وولداد المضاق ديالهم هائل فهنا الحشوة كذلك تقدروا تديروا يا إما حشوة ديال الكفتة يا إما الجيج فكيبقى الختيار راجع لكم فأنا شاركت معكم حشوة اللي ساهلة و بسيطة واقتصادية كذلك يعني ما فيهاش تشحار بزاف وكتجي لديدة وكي ماشتوا معايا كيجوا محمارين ومقرمشين ما كي ياخدوش معانا كذلك مدة طويلة في الطياب تقريبا خداوا معايا شي عشرة دقيقة حتى لتناشرة دقيقة فهشي كيكونوا واجدين فهنا بطبيعة الحاكمة معودكم غادي نقطع معاكم هادلي كيش هادو شفوا تبارك الله كيجوا معلكين وكيجوا رائعين وما كيجوش معجنين نهائيا والحشوة كتجي لديدة البنات وصراحة انا متأكدة جربتهم غادي نالوا الإعجاب دي لكم خلاص لوليدة صغار غادي احماقوا عليهم كيجوا ولدادين بزاف ورائعين وكيما شتوا معايا الطريقة ديالهم سهلة وبسيطة وما فيهمش كذلك البنات بزاف ديال الخدمة يعني ما غاديش نوقفوا بزاف في الكوزينة فكنتمنى ان شاء الله غير تجربوهم وينالوا الإعجاب ديالكم كيما كاتش هادوا معايا هانتو مار هنارة باقين سخانين والحشوة تجي مع الكوكا تجي لديدة بزاف ورائعة وبطبيعة الحال غادي نحل معاكم حتى هاد البريوات هادو اللي حضرناهم بديك الحشوة ديال الكفتة مع البيض والكوكا وليتقدروها البنات الكوكا وتديروا شوية ما اللوز ولا القرقاء حتى هوا كيجي زوين كيما تشاهدوا معايا تبارك الله شوفوا التقرميشة كيجوا مقرمشين وكيجوا معالكين البنات من الداخل كيجي واحد تعليقة رائعة كيجي ولدادين بزاف فانتو ما تقدرو لا بغيتو تدهنوهم بشوية ديال لعسل من الفوق لا بغيتو تزيدو تبينو الحلاوة تعطيهم ديك الحلاوة ولكن صراحة بهاد الحشوة هادي جوا معالكين وجوا رائعين ومن اللي كتاكلوهم كتلقوا واحد القرمشة لداخل هاداك الكوكا كيعطينا واحد قرمشة زوينة واحد اللد رائعة لبنت غير جربوهم فوصلنا النهاية ديالفيديو وكنتمنى من كل قلبي الوصفة دياليوما يكونو نالوا الاعجاب ديالكم متنسونيش متبخلوش عليا بلايكات ديالكم والتعاليق ديالكم المحفزة وتبارتاجيوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء واللي اول مرة كيشاهد الفيديو ديالي متنساوش تديروا الشيراك في القناة وتفعلوا كذلك الجرس باش ان شاء الله يوصلكم اي جديد تحطيتوا في القناة انا كندرب لكم موعد ان شاء الله في الفيديو الجاي وبسلام عليكم